ترجمة نانسي قنقر إنجازات تاريخية تلو الأخرى حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجال استكشاف الفضاء حيث تمتلك اليوم 19 قمراً إصطناعياً مدارياً وأكثر من عشرة أجسام فضائية جديدة قيد التطوير وبما يزيد على 50 شركة ومؤسسة ومنشأة فضائية عالمية وناشئة بالإضافة إلى خمسة مراكز بحثية لعلوم الفضاء وثلاث جامعات لتأهيل الكوادر الوطنية فكل هذه الجهود التي تقوم بها الدولة ساهمت بشكل كبير في وضع اسم الإمارات على قائمة الدول المتخصصة في استكشاف الفضاء الخارجي فأصبحت اليوم خامس دولة في العالم تنجح في الوصول إلى مدار المريخ ومن المرة الأولى بعدما تمكن مسبار الأمل في التاسع من شهر فبراير من العام 2021 من الوصول إلى الكوكب الأحمر بنجاح كما أصبح هزاع المنصوري في سبتمبر عام 2019 أول رائد فضاء إماراتي ورائد الفضاء العربي الأول الذي يصل إلى محطة الفضاء الدولية وتشكل الإنجازات الاستثنائية للإمارات في قطاع الفضاء والمساهمة الفاعلة لها في دعم الاكتشافات العلمية العالمية رافدا مهما لمجتمع الفضاء الدولي والذي جعلها واحدة من بين أهم الدول حاليا في هذا القطاع بما تقدمه مشروعاتها المتنوعة من نتائج علمية للمجتمع العلمي الدولي ففي نوفمبر عام 2022 تم إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف القمر المستكشف راشد لتكون الدولة الرابعة عالميا التي تشارك في مهم استكشافه دولة الإمارات وضعت خططا مستقبلية في هذا القطاع والتي ستسعى في الخمسين عاما المقبلة إلى تعزيز إنجازاتها التي حققتها في الخمسين الماضية وترسيخ حضورها العالمي من خلال إطلاق مشاريع فضائية طموحة بما ينسجم مع مئوية الإمارات 1971 التي تستهدف تعزيز دور قطاع الفضاء خول الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين